السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة اليوم سوف نريكم طريقة كيفاش ننقل الشامبينيون وكيفاش ندير الطريقة للتصبير باش يجين بحل الشامبينيون المعلب اللي تيتباع لبرة هنا اول حاجة غادي نحتاج الشامبينيون هنا تقريبا نخذي تغير رابعة اللي بغيت نقول لكم هو ان هاد الشامبينيون اللي بناتراه ما تتغسلوش كنحيد هادك الرجيل اللي فيها التراب وكننقيه بهالطريقة هادش كنمشيه معه غير بشوية حيث هو يراها ارطب بزاف وضغيه قدر يتهررس وفي الاخر كنناخده غير شي زبية في نقيه وتنمسحوه يعني ما تيحتاج انه يتغسل وكنستمر بهالطريقة حتى كنكمل كمية اللي عندي هاي 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 كما تشاهدون البنات هنا اكملت الشامبينيون في النقيام سوف نقطعهم بهذه الطريقة تقدروا تخدموا بهم كثيرين ما انا كنفضل نجيبوا باش ما يخسرش نخدموا بحال هكاية وتبقى عندي المدة طويلة وفي كل ما نحتاجه نبدو نخدم بهم ونرجعوا للثلاجة هنا سوف نكمل تقطاع الشامبينيون وأبقى سوف ندوزوا كل طريقة تصبر الشامبينيون تخليكم مع الطريقة في تتمة الفيديو سوف نكون روحة فقط كل طريقة الماء مغلي. تقريبا هنا كاس كبير الماء. هو نغمان ممكن خاصة ندير جوج كيسان الماء. در تغير كاس ديال الماء كبير. وازت عليها ربع كاس ديال الخل. الخل هو اللي تيحافظ عليه و تيطيب وضغية و تيحافظ عليه باش يبقى المدة الطويلة. هنا يا وخا تشوفوا المقليل ما تخافوش منه. يعني تكون الكيميات ديال الشامبينيون كتبا لكم كبيرة ولكن راه تيصغار في الحجم دياله فاش جاي طيب. سوف نخليه طب البنات سنغطى عليه حتى كي تبليه صغار في الحجم دياله و تبدل لون دياله. طبعا الحال اللي تتقلبوا هي لبليكم بفوق شيء طولة الموز هكاية. هو ان فويت بتبديو اللون دياله وينقص شوية الماء عرفوها رهتا. اكي ياخدش بزاف ديال الوقت تقريبا شيء طولة ساعة. شفتوا هنا يا هوا الحجم دياله بدت يهبط. وهنا تبدل لنا اللون. وحتى الماء تياخد اللون دياله. تيولي اللون دياله بحلة قوي. دانك هنا يا سافرة نعرفوا بان الشامبينيون ما هو مجدو. وطابولينا. ومن بعد تنكونوا موجدين دياله قراعي البنات ديال الزاج اللي تتدهم زيان. يكونوا بغسولين بالماء الطائب او لا تكونوا تبخينهم في الماء الطائب قبل. يكونوا معقمين. شفتوا هنا يا كيفاش ارجع الشامبينيون ديالنا. تقريبا انا هنا نسيتو خليتو حتى نشوف من الماء. ما يخص تبقى فيه شوية الماء حتى هداك الماء هو اللي تنكبوه في القرعة وتنزيدو عليه في القرعة باش يبقى محافظ عليه. هنا يفاشل القرعة عندي ديجا معقمة. يعني اي قرعة عندكم تتكون محكمة الاغلاق ديروها مشي مشكل. انا هدو كيبقى ولي ديال اللي تنحتافظ بيهم. وتنضير فيهم بحال هاد الشكل ديال. اه تصبير ديال الشامبينيون ولا اي حاجة. تناخد زويف نقي. تنضير في شوية الخل. فتوني مسحت القرعة من ججنب ومسحتحت الغلاقة ديالها باش ما يتكونوش هادوك اللي باكتيري اللي تايي نضف القرعي ولا تخضر من الجناب ولا شي حاجة. صافي كيف ما شفتو. اه تنسيتو القرعة ديالنا. هنا يبعد ازلت الما ديال شامبينيون ديالي. هبطو هكا بالمعلقة حيط المخص يكون غالب عليه. انا يكن نسيتو وكيتب خبز زاف هدا في الشعلاش. وتنزيد معا معلقة صغيرة جيل ملحة. البناتها تقدروا تحتفظو به حتى العام متى يخسر متى يوقع عليه. تاشي حاجة. انا هنا اخديت كمية قليلة حينتا شنخدم بيها. هاد الشعلاش وخب قليل مقليل ماشي مشكل حيط غادي نستعملو في هاد الايام. تنسيتو على القرعة مزيان وتنعودو نرجعوها فقط نجرا نخليوها في الما طيب كتغلة لمدة ساعة لاروب. تقريبا. يعني هنا تنتأكدو انها تعاقمات مزيان. فاش نحيدو للقرعة ملعافية غاتبليكم بحلة نفخات من الفوق. مماشي مشكل حيط انفو تتبدأ ترجع فيها البرودة وتتبرد. هادك الغلاقات ستبدأ تهبط وتترجع البلازتها. وهكا سيكون وجدو لشامبينيون المعلابين ديوننا. بلا ما نحتاجون نشريوهم من على برة. يعني فيما تلقوا الفتر طريق شريو وتديروا لي هاد طريقة وغادي ينجح معاكم. ويلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من تحليقاتكم وتشجيعاتكم. ون تلقوا فيديو جديد إن شاء الله. مسلمة.